الترجي بقى خطير خارج ملعبه ولا عادي؟ الترجي دايما بشوفه الشكل الأمثل اللي هو بيحب يظهر بيه واللي دايما بيتميز بيه هو بيلعب خارج ملعبه وده اللي بيبينه الأرقام احنا لو نستعرض النتائج بتاعت الترجي خارج ملعبه في النسخة الحالية سواء النتائج الرقمية أو نتائج المباريات بشكل عام هتلاقي أن الترجي دايما تفوقه كله كان خارج ملعبه انت بتتكلم فرقة لعبة حوالي تقيمة خمس مباريات ست مباريات خص المباراة واحدة فانت بتتكلم فرقة عندها نوع من أنواع التوازن وبتلعب خارج ملعبها بتعرف تلعب ازاي الشكل اللي بيحبه كاردوزو انه هو دايما بيحب انه يقفل مساحات الملعب ويستغل التحاولات الجمية في الدفاع المنافس ده الشكل اللي دايما هو بيبحث عنه وممكن ده الشكل اللي هيناسب الوضع اللي هيلعب فيه مع النادي الأهلي واللي هيتميز بيه قدام النادي الأهلي ده يمكن المباريات اللي لعبها الترجي خارج ملعبه في النسخة الحالية انت بتتكلم انه هو لعب ست ماتشوت كسب تلاتة وخسر مباراة وتعادل في اتنين منهم مباراة عادل فيها وكسب بركلة الترجيح فطبعا النتيجة هتحسب تعادل على ناحية التسجيل الأهداف انه مسجل خارج ملعبه خمس أهداف واستقبل تلات أهداف وده عدد كبير جدا لو بسطة الأهداف اللي سجله أصلا على ملعبه طول النسخة الحالية هتكون أربع أهداف يعني هو من النسخة الحالية سجل تسعة منهم خمس أهداف خارج ملعبه وده عدد كبير جدا ده بيقولك ان ده الشكل الهجوم الأمثل اللي بيحبه نادي الترجي انه دايما هو مش الفرقة بتاعت الاستحواز مش الفرقة اللي دايما بتبحث عن انه يبقى معها الكورة وتبني اللعب وتشغل مع الأطراف الملعب وكلام ده لا هو بيحب يوصل لجون من أقل لأقل عدد بساطة انه دايما يحل انه يشتجل على التحوي اللجومي زي ما شوفنا في مباراة سانداونس سجل هدف بالطريقة دي وكان ضيع هدف تاني بنفس الشكل برضو الأهداف اللي سجلها قبل كده حتى قدام مباراة النجم السحلي اللي نقدر نقول انه خارج ملعبه طالما بيلعب مع فريق على ملعبه لكن هو يمكن ده الاسطوب ببص كل النتائج حتى مباراة أسك موزة في دور ربع النهائي اتعادل خارج ملعبه وقدروا انه يكسب بضربات الجزاء غير انه هو بيقدر انه يسجل كمان خارج ملعبه يا كريم بيقدر انه يحافظ على شباكه نظيف في مانشاط كتير ممكن المباراة الوحيدة اللي استقبل فيها هداف كتب مباراة الهلال ويمكن دي المباراة الوحيدة اللي استقبل فيها هداف أصلا طول البطولة اللي المباراة اللي اخسرها 3-1 ففرقة عندها نوع من أنواع التماسك على المستوى الدفاعي بس ممكن تكون النتائج خدعة يعني دايما انا بشوف ان النتائج التراجي خارج ملعبه في النسخة الحالية نتائج خدعة وده اللي بيبينه الحالات الدفاعية اللي ظهر بها شكل دفاع التراجي ممكن احنا لو نجيب الحالات الدفاعية اللي ظهر بها شكل دفاع التراجي خاصة في المباراة الاهم اللي انا اشوف ان شكل التراجي قدامي الاهلي مش هيختلف تماما عن الشكل اللي ظهر بيه قدام سانداونز في جنوب أفراقيا قوة سانداونز هي نفس قوة النادي الاهلي فدائماً اعتمدت في الشغل الدفاعي ليظهر به نادي التراجي من نفس الشغل يظهر به اقضاء THEM والمباراة انتهت ١٠ للتراجي بالنسبة لي بالشكل اي انا شهرت به التراجي في المباراة لأ نتيجة خديعة بدليل S adoption استطيع ال nick can??? باكثر من مناسبة باكثر من شكل باكثر من تنوع حجومي الكرات العليه كان بيقدر ان يوصل لمرما الترجي اختراقات من على الاطراف كان بيقدر ان يوصل لمرما الترجي تنفيذ الكرات السابتة كان بيقدر أن يوصل لمرمى الترجي كمان اختراكات من على أطراف الملعب واستغلال دايماً المساحات الإفضارة بين أحميدة وبين علي طول الوقت اللي دايماً بيفتحين ملعب وبيسرحوا في عملية الارتداد مع الاتنين مساكين ناسين مرياح وطجاي فدايماً هتلاقي المساحات والحلول كتير في دفاع الترجي ممكن يكون اللق شوية والحظ ساعد الترجي أنه يحفظ على شباكه في مطشط كتير جداً لكن عندهم مشاكل دفاعية كتيرة جداً كتيرة ومتنوعة فيقدر كولر أنه يستغل الجزئية دي بشكل جيد أنه يكون عنده تاكتك خاصاتها من على أطراف الملعب اللي انت هتخش تلعب الترجي وانت عارف انت بتلعب فرقة متكتلة هتقفل لك كل المساحات هي عارفة ان انت تلعب على ملعبك هتستغل مساحات اللعب عارف ان انت بتقدر ان انت تبني اللعبة من تحت بشكل جيد لكن كولر أنا بصك فيه أنه دايماً بيحاول أنه دايماً يضرب التكاتلات الدفاعية للفرق بشكل أو بآخر وهنجيب لعبة موجودة معنا ولو يجهزوها ويجيبوها لنا الشكل لنفسه الأمثل لطريقة 4-3-3 لضرب التكاتلات الدفاعية بتبقى عاملة ازاي ممكن هنشرحها على البرد لكن فيه طريقة تانية احنا جايبينها هنشرح بها للناس ونوريهم ان النادي الأهلي بينفذ الطريقة الأمثل لضرب التكاتلات الدفاعية يلا شبابي أهاتوا الحالات على طول هم لو يجبوها بس الحالة نفس شكل الأواشيط اللي بيبين لك قد إيه إن النادي الأهلي عنده الشيب ده في تنفيذ لا دي ممكن حالات الدفاعية لفرق الترجع أنا عايز اللي بتاعت الأواشيط نتكلم عنها الأول بعد كده نروح لحالات الدفاعية معايا يا شباب قلولي معايا طب نكمل طب نكمل طب هم جابوها نكمل معاهم نكمل معاهم دي ممكن دي ممكن الأشكال دي ممكن للنقطة رجعونا تاني ده الشكل الدفاعي نوقف بس نوقف الفيديو بس ساني ده ممكن ده الشكل اللي هنشوف بين نادي الأهلي طول المباراة يا كريم ممكن ده نادي الأهلي طبعاً اللي هيكون لابس أحمر الترجع الفرقة التانية اللي بالأسود تكتل الدفاعي اللي احنا بنتكلم فيه مفيش مساحة خالص ما بين الخطوط كل لعبة الترجع تحت الكرة فرقة النادي الأهلي ضغط عالي من أول دقيقة الشكل ده هنشوفه كتير جداً طول المباراة فرقة الترجع مش هتخرج وتسيب لك مساحات وتضغط عليك من قدام مستحيل هتلاقي الشكل ده بيعمله نادي الترجع طيب الطريقة دي عشان النادي الأهلي يفك التكتلات الدفاعية دايماً الحل بيروح على أطراف الملعب ودايماً هتلاقي كولر حتى في تنفيذه للأسلوب ده مع الفرق حتى في الدور المصري دايما بيقابل الفرق بتقفل مساحات الملعب على نادي الأهلي عشان عرفين خطورة المساحات بالنسبة لنادي الأهلي بيستغلي ده دايماً على أطراف الملعب وكان حل قوي بالنسبة لك نعلم معلول لكن هيوجد حلول طبعاً أكيد هيوجد حلول تعال نمشي اللعب ونشوف إزاي الطريقة دي تقدر نتفك التكتلات الدفاعية عملية الترحيل اللي بيقوم بيه اللعيبة على أطراف الملعب والتبادل الأدوار ما بين اللعيب الهاف والعيب الباك والعيب رقم 8 من على أطراف الملعب بتخليك قدية أنت تضرب المساحة اللي موجودة ما بين اللعيبة المساك والظهير وتقدر تستغلي الكسافة الجمهية اللي بتحصل جموانتية الجزاء ده الشكل الأمثل حلوة جداً بالظلط إن شاء الله وسامع أبو علي جيبه عجبني عدوها تاني شباب عدوها تاني لذيذة ده يمكن الشكل الأمثل اللي بقولك اللي يقدر من خلاله النادي الأهلي يضرب التكتلات الدفاعية تمام مع عبد المنهم بيبقى فيه نوع من أنواع الصبر في عمارية بناء اللعب يعني نوع من أنواع الصبر في عمارية بناء اللعب وانت بتشرح بس مرشانا انت بتستغله وبتشوف شكل العبت الأهلي وصرحت كده وتخيلت وقلت يا حسيني يعني انت فهم؟ ده حسيني الشاحات اللي وراء ده كوكا ده أمام رقم 6 كرة تتلاب كوكا يمكن فرد بواحدة يمكن جيمة مش عايزين ويزيد الأوفرا يتعمل طبعاً كسافة هجومية بتشوفها جموانتية الجزاء ده أعطيت برسي تاوي برسي تاوي أعماري الدخل معنا تعالوا نشوف الحالة اللي بعديها فردي الاتحك舞 لها كريم كلها تحت الكورة ربما هتلاقي اللعب كلها اللعبة تانية هترجع هترجعت هنا هتتلال اللعبة في الآخر هترجعت بني تاني من تحت خط ظهري بتاع النادي الأهلي هتلاقي دايما الزيادة والهدوء في عملية بناء اللعب فرقة اللي التحكل لها تحت الكورة فيش مبلوله هو اللي موجود وتايمان في نص ملعبهم عملية الاختراك بتمنع الأطراف الملعب المراضي عمر كمال دخل خد ضرب الجزاء لو ما خدش ضرب الجزاء كان هيعدي مرر الكورة في الآخر قدر انه يقدر انه هو يخلق حالة جمية صحيحة للنادي الأهلي وإنه يسجل منها هدف ده الشكل اللي ممكن يواجه الآهلي قدام الترجع بنفس الاسلوب والعلاج موجود عند مارس الكولر عملية الصبر في بناء اللعب واستغلال أطراف الملعب بشكل جيد بتبادل أدوار اللي ما بيتم دايما ما بين إمام اللي عنده الرزق في الباص وإنه دايما بيباصي في المساحات وفي الأماكن اللي الدفاع بيبقى مش متوقع أن الباص ييجي فيها هو ده اللي ممكن يدي المميزات دا يمكن الهدف رسجل نادي الأهلي في مرمز زمالك نادي زمالك كان متكتل بشكل كبير جدا في اللقطة دي نادي الأهلي برضو عملية الصبر في عملية التدوير بتاع الكورة من على ناحية الشمال لناحية اليمين ومفيش أي استعجال في عملية بناء اللعب رغم أنه كان خسران في اللقطة دي كان خسران بهدف مقابل لشيء برضو فيه نوع من أنواع الصبر الكريم دايما استغلال برضو المساحات اللي موجودة في أطراف الملعب بتاعت المنافس دايما وجود أفشة يمكن هنا اللي خلق الحلول بالنسبة لنادي الأهلي ممكن نتخيل أن أفشة هيبقى بادئ المبرأة بالشكل ده برضو صغلال أطراف الملعب من مراضي من ناحية اليمين الكورة هتتلعب بالعرض من ريدا سليم لأحمد عبدالقادر الكورة بتتسجل هدف يمكن أننا جبنا الشكل اللي ممكن نادي الأهلي أنه يحل التكتلات الدفاعية لفرقة الترجي وجبنا أن النادي الأهلي على أرض الواقع بيعملها وعملها قدام اتنين منافسين أقوية نادي الاتحاد بيقدم موسي مميز عنده لعيبة كويسة وعنده لعيبة بكوالاتي عالي جداً نادي الزمالك بطل الكونفيدرالية أكيد اللعيبة والكوالاتي اللي عنده مش أقل من لعبة الترجي يمكن أعلى بكتير بكتير فكون اللي أنت نجحت قدام الاتنين منافسين دول في نفس الشاب الدفاعي اللي هم لعبوا به اللي أنت هتواجه به برضو الترجي ويظهر به قدامك يبقى بالمؤكد أنا وأنا قاعد بتفرج هبقى وصك مليون في الماء اللي أنت هتنجح بس تستغلوا كراته لا تيجي على المرمى ما نشوفش عمرية إهضار الفرص إن شاء الله يا رب موسيقى